هقول لك بس معلومة بسيطة يعني قبل ما ننخش في تفاصيل كثيرة 27 لعب دول ما بيتحطوش في قائمة المباراة قائمة المباراة بيبقى فيها 23 لعب بس 27 لعب ممكن يغير رويب فيتوريا في كل المباراة 23 اللي هو عايزه وبيستبعي دربة على العيبة لكن ما بيخشوش كله من 27 في قائمة كل المباراة دي حكاية بسيطة يعني بص من ساعة نوعيد عكورة بدأت أفرج على كرة قدم بدأت أشوف منتخباتنا الوطنية ومنتخبات في أوروبا ومنتخبات في أمريكا اللاتينية ما فيش قائمة منتخب يتم إعلانها إلا ومعها كثير من التحفظات والانتقادات وده كان أحسن وليه خدت ده وده مش عارف ماله وده لا ده مش عارف مكان شي ينفع ده بيحصل في كل العالم في كل العالم بدون استثناء أي دولة في العالم أي منتخب في العالم قائمة بتاعته بتعلن إلحق إزاي ما أخدتش فلان وإزاي ما أخدتش علان طيب ده ليه ده عشان بطبيعة الحال ودي أول جملة وهقولها لحضراتكم وتحل كل المسائل اللي جاية كلها الراجل روي فيتوريا رايح يختار قائمة المنتخم مصر القائمة دي الحد الأقصى فيها 27 لعب 27 لعب يعني إيه؟ يعني لو اعتبرنا أن في مصر فيه 100 لعب جاية 100 مية بس مش هقولك بقى 200-300-400-500 هقولك فيه 100 لعب ينفع يلعبه مع منتخب مصر لو افترضنا أنه فيه مية فهو مضطر يختار 27 بس بقى المية أو بقى هنوصل للمية فاضل قد إيه يعني 100-27 كام؟ معلش عشان في الحسابات دي ما بعفش ناقص وزايد 100-27 بكام؟ 73 صح كده؟ يعني فيه 73 لعب بر على الآل لعيبة كويسة وتستحق أنها تخش المنتخب شوف أنا قلت لك مية هو فهو بيختار 27 من مية على الآل ممكن يلعبه منتخب مصر طيب ليه بقى أنت؟ بتفتكر أنه الراجل ممكن يجابل حد أو يدايق حد أو يتعمد ما ياخدش فلان أو يجامل فلان ويدخلهم منتخب مثلا هياخد مكافية البطولة مثلا أكيد مدرب عايز ينجح اسم كبير في كرة القدم روي فيتوريا فمش هيفكر الحسابات بتاعتنا دي كلها ده واحد اتنين لو إحنا وصلنا لمرحلة أنه ما فيش غير 27 لعب كويس بس هم اللي ينفع يمثلوا منتخب مصر نبقى إحنا في مصيبة في كارسة لكن هو فيه لعبة كتير بس هو هيخذ منهم 27 بس أنت ليه متخيل أنه ما خدش غير 27 دول عشان 27 دول هم اللي كويسين والبقى مش كويسين لا البقى كويسين بس مش هيقدر ياخدهم كلهم ما ينفعش دي حكاية ترجمة نانسي قنقر